حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام عن أبن سرينة عن امرأة يقال لها رجاء قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة بابن لها فقالت يا رسول الله أدعو لها لي فيه بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة فقالا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آ منذ أسلمت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة حصينة فقال لرجل اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد قال حدثتنا امرأة كانت تأتينا يقال لهماوية كانت ترزأ في ولدها وأتيت عبيد الله ابن معمر القراشية ومعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ذلك الرجل أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت يا رسول الله أدعو لها تبارك وتعالى أن يبقيه لي لقد مات لي قبله ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آ منذ أسلمت فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة حصينة قالت موية قال لي عبيد الله ابن معمر أسمعي يا موية قال محمد فخرجت من عندي ابن معمر فأتتنا فحدثتنا هذا الحديثة